السلام عليكم أخوتي المشاهدين مرحبا بكم اليوم إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله بإذن الله كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال معكم متخيسي كنتمنى تكونوا على خير وبخير وكنتمنى يكون نهار سعيد للجميع إن شاء الله اليوم غدي نجد معكم واحد الأوكلة الملحة التي يكدر في الصيف يعني ما كيغلي ندير فيه الملحة وعندي هنا هنا هذه المقارونية صغيرة انتم كيف تشوفوها المقارونية صغيرة ورا اللي ندير صغيرة ورا مجعبة نديرت الماء كيتيبوا الملحة اللحة 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 وعندي هنا المشاهدين عندي جلبانة وخيزة ترتم كيتسلقو وما هادو ونغطيب البط نرجع معكم المقادير إن شاء الله مرحبا بكم ودعمونا إن شاء الله السلام عليكم مشاهدين أنا أرجعت معكم إن شاء الله اللحة 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 أخوتي المشاهدي سأتقدر لكم على منسك فوق الفيديو قديم اللحة 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 ويقوم بعملها موضوع لأنني لم أعرفت لأنني لم أتفهم لأنني لم أتفهم بشكل جيد في هذا الشيء اليوتيوب يعني عاد أنت تعلم لنسوأت ذلك الشيء قالوا لي بأنني لم أتفهم تسعود دقيقة وانا عندي فيه دقيق بزاف الحلوة هي هذي سمحوا لي يا روخها كلينها كجيبات شكل هذا وسمحوا لي بزاف انا بغيت غير ناس اللي يشافوا جاء الفيديو بحال ديال الحلوة وهذي ما يديروهاش مني يعني مقلة صواب وسمحوا لي بزاف انا ما بغاش ينزل لي التقديم ديالها للخار المهم انا مازال عادة متعلم هذا الشيء في يوتيوب سوف نتضرب من المشاهدين كاملين وسمحوا لي بزاف وده بغد ندوز معاكم المقادير ديال هذي السالد اللي هي بالبط يعني بالمقارونية هنا هنا فواكه الباحر هنا الفرمج مقطع طريفات صغار يعني هذي السالد بمعصد بزاف وهذه الانسان تدرغي هذي السالد هكه كي تكله حسن وكي يجيو مزيانين يعني ما كي من هذا هنا الكشير مقطع يعني الاختيار كي يبقى لكم المشاهدين يمكن لكم تديروا احسب اي حاجة بغيثوا انتوما عندي هنا عندي هنا عندي هنا المشاهدين القوق اللي هو مسلوق بالملحة هنا عندي هنا الجلبان وخيز اللي عنصدقهم ومسفيتهم طوما ربين نديرون هنا اللي باقين لانك انتمنى ودعماني اسمحوا ليالي كانت شيئا ما زال شوية لانسان تري هذا هذا هو الشكل لدينا عندي هنا خلط تفح الجمال عندي الخلط تفح عندي تقريبا نصف نصف زيت البلية عندي هنا الكبار باردك رقية وق مرقد هنا هنا معي القهة صغيرة ورد الملحة على حسب ضوء الملحة لأخوات يعني تمنى المشاهدين رجل ونساء الملحة متن ديراس بزاف كندير فيها مع القهة اللي بزار مع القهة صغيرة تكون عمرة مزية لأنك تبغي البزار وعندي هنا يا أخوتي انتم المشاهدين عندي الحبق خضر مقطعة يعني هذا من الحبق قطعته وعندي الزعيط خضر مقطعة يعني ركيجوار وعندي شمبل دائرة قطعته هكذا نشري محيين يعني ما كان نحي بحال هذه الرجلة ما عارفنا هكذا دائرة نستعمل في كل شيء يعني أي حاجة عندي فيها منفعة نشريها ونقضها ونطلقها ونطلقها في الكزينة هكذا والذين يعيشوا في الكزينة ونطلقها الى الشريج ونطلقها في الفيديو ونطلقها نريد إذا نستعمل هنا 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 يوجد السلصة الرمان المشاهدين سلصة الرمان الملقة كبيرة يمكنكم أن تزيدوا فيها الطون أو حوال جوهرين أنا دابة مني درت فيها الكاشير ودرت فيها فواكه البحار ما بغتش نزيد فيها الطون يمكنكم تستغنوا على الكاشير وعلى هادو و تديروا غير الطون في بلاس هذا الشي هذا يعني تديروا الطون يعني رب أي خضر عندكم في الدار يمكنكم تستعملوا حتى بالخضر يعني بطاطا خزو القرعة يعني تستلقوهم هاتا و تديرهم فادي ليس ضروري يعني يكونوا المقادر اللي أنا كنت لكم يعني لحسب الاختيار الإنسان والدق من الإنسان وكانت مننا تدعموني إن شاء الله في القناة وقتلوا المشاهدة وبرتاج ونشكئكم بزيب وسمحوا ليك أنا تقدر مرة أخرى على اللطاة دي لتباح المشاكة حلوة المشاكة التي يدرتها لم أزليش الفيديو كامل ننسوا من الأخوات أرجع معكم في التقديم أنا أرجعت معكم للشكل النهائي أخذ في المغربة تحية الناس دي للجزائر وكنت أعلموا بزيف على الوضع ديالهم ديال الحالق وهذا الله منتع ليكون معهم وعلى أخوتنا التوانسة والإمارات وجميع الدول العربية وشكرا بزيف على التعليقات وشكرا بزيف على المشاهدة بزيف على المشاهدة اشتركوا في القناة